أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وخاتم المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا صاحب الخلق القويم الذي قال فيه عز من قائل وإنك لعلى خلق عظيم وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين ثم أما بعد وعليهم أفضل صلاة وأزكى ثسليم ثم أما بعد اليوم بمشيئة الله عز وجل سنتحدث عن محور جميل جدا ونظام من النظم الإسلامية الموجودة التي ندرسها بين أيدينا في ثقافتنا الإسلامية والتي تتحدث عن النظام الأخلاقي في الإسلام أو الأخلاق بشكل عام في الإسلام وهل يمكن أن نحتسب أن الأخلاق في الإسلام مختلفة عن الأخلاق بشكل عام؟ طبعا كل الأنظمة التي جاءت تحت مظلة الإسلام تحكمها قوانين وتحكمها ضوابط وتحكمها أحكام ولم تكن يوما ما قد وضعت وفق هوا فلان أو مزاج فلان وبناء على ذلك سنتطرق بإذن الله عز وجل للحديث عن الأخلاق بشكل عام ابتداء ثم نركز الحديث عن الأخلاق الإسلامية إذن هل هناك أخلاق في غير الإسلام؟ طبعا يوجد أخلاق في غير الإسلام فنحن نعلم أن مشركي العرب وأن العرب في الجهلية كان عندهم أخلاق جميلة مثل الكرم والشهامة والتسامح أحيانا والصدق والتواضع كان يوجد هناك بعض الأخلاق الجميلة لكن الذي يزين أخلاقنا الإسلامية وجود الضوابط الشرعية لأن هذه الأخلاق التي كانت موجودة كان في الجهلية أو في غيرها لم تكن محكومة وفق أحكام أو ضوابط وإنما كانت هذه خاضعة لشخصية الإنسان ممكن أن يكون هذا الإنسان طبع هكذا صفة هكذا يميل إلى كذا لكن لا يوجد فعليا ضابط يحكم هذه المسألة لنبدأ بالحديث بإذن الله عز وجل عن الأخلاق بشكل عام ما معنى الخلق عندما أقول أن هذا الإنسان عنده خلق جميل أو خلق سيء ما معنى الخلق؟ الخلق هو الطبع الغريزة الغريزة أمطر غزيرة الله أعطيك العافية إذن الغريزة الطبع العادة التي يتعود عليها الإنسان بحيث يصبح هذا السلوك أو هذا بين القوسين الخلق طبعا له يعرف به فنحن نقول أن هذا الإنسان الذي يضع ألوان من الطعام والشراب لضيوفه هذا إنسان طبعه كريم خلقه الكرم وهذا الإنسان الذي يجعجع على أقل مشكلة وعلى أقل مسألة نقول هذا الإنسان عصبي غضوب يعني سرعان ما يثور ويغضب أليس كذلك؟ إذن هذه هي عبارة عن خلق يحملها الإنسان بين جميلة نباته بما يعني تنعكس أو تعكس شخصية هذا الإنسان جميل جدا أننا نذكر بأن النبي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم كان من أسمى الأهداف لهذه الرسالة النبيلة إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق عندما قال أتمم مكارم الأخلاق صدقت يا حبيبي يا رسول الله ركزي في كلمة أتمم مكارم الأخلاق النبي لم ينفي أنه كان هناك أخلاق وإنما جاء لماذا؟ لإتمام هذه الأخلاق وتزينها بأحكام الشريعة الإسلامية كلام جميل جدا وقال ما من شيء أثقل في ميزان المؤمن يوم القيامة من خلق حسن أحاسنكم أخلاقا؟ أحاسن الناس أخلاقا؟ أكثرنا جوارا للنبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة يبلغ الإنسان بحسن الخلق ما لا يبلغه بغيره من الأعمال وقلت أنا في اللقاء السابق كثير من الأشياء التي يقوم بها الإنسان قد يكون مردودها على نفسه أما الأخلاق مردودها على الآخرين ولذلك كان من ضمن أسس اختيار الرجل أن يكون صاحب دين وخلق فكرين دين وخلق قلت أن دين الرجل لنفسه صلاته له وصيامه له وزكاته عن نفسه ولكن كرمه وحلمه وتواضعه سيكون مع من؟ مع الآخرين ولذلك ثلاث أرباع الدين أخلاق أخلاق إسلامية إذن لنتحدث بشيء من التفصيل عن موضوع الخلق والفرق بين الخلق والخلق وكذلك الأخلاق بشكل عام ثم ننتقل عن أو نركز الحديث عن الأخلاق الإسلامية ونتحدث كذلك عن التهذيب للأخلاق ثم نتحدث عن خصائص الصفاء أو خصائص الأخلاق في الإسلام أولا كما قلنا أن الخلق والطبع والسجية والعادة والمروءة اصطلاحا هي تفضلي بارك الله فيك ركزوا معي الآن عندنا الكرم نقيضه البخل بارك الله فيك عندنا الإنسان الإنسان الحليم الحليم عكسه الإنسان العصبي أليس كذلك؟ عندنا الإنسان المغرور والمتكبر نقيضه المتواضع كل إنسان بين جنبيه الصفتين لكن تغلب صفة عن صفة هي التي تعكس طبع الإنسان كل إنسان فيه قضية مثلا جزء من الطمع لكن درجات يوجد فيه جزء من العجب النفس أو الغرور أو التكبر لكن درجات لكن إذا تغى التواضع على الكبر يكون هذا لا إذا تغى التواضع على الكبر يكون هذا طبع للإنسان غالب له إذا تغى الكرم على البخل يكون هذا طبع له عرف به وأصبح مشهورا به بين الناس إذن الخلق وتغلب ميل على ميل من الميول باستمرار أو في تعريف آخر هو هيئة راسخة في النفس يصدر عنها الفعل بسهولة ويسر لو جئت الإنسان لو لم يكن في بيته مليما وجاءه ضيف قد يضطر إلى الدين حتى يكرم ضيفه أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه بطبعه كريم عادته الكرم الطبع الذي يغلب عليه الكرم هل عندما يكرم يفكر؟ غير حجر التفكير أيوة إذن يفعل هذا الفعل بنوع من الروية واليسر والسهولة دون تفكير نأتي الآن لنتحدث هل هناك فرق بين الخلق والخلق؟ على فكرة هذا يرجعنا إلى تعريف الحديث وهو ما أضيف للنبي صلى الله عليه وسلم قول أو فعل أو تقرير أو صفات خلقية أو خلقية ما الفرق بين الصفات الخلقية والصفات الخلقية؟ كما قلنا ما الفرق بين الخلق والخلق فضلي خلقية بفتح الخاء بارك الله فيك عندما أقول أن خلق الإنسان الكرم إذن هو هيئة في النفس راسخة يصدر عنها الفعل بسهولة ويسر دون تفكير لكن عندما أقول أن خلقة فلان بدين خلقة فلان نحيف طويل قصير أبيض أسود إذن نتكلم عن الشكل الخارجي الذي يصف فيه البدن الذي نصف فيه البدن بغض النظر عن التفاصيل إذن هذا هو الفرق بين الخلقي والخلق إذن الخلق بالضام هي التي تتكلم عن الأخلاق أو السلوك الأخلاق أو السلوك طيب سؤال هل يحكم أو يمكن أن نحكم على الإنسان من خلال نظرته للمال؟ يعني أنا أقرب المثال لو ذهبنا إلى دكتور أو طبيب وقال أن الكشفية 50 شكل والمراجعة 50 شكل وإذا احتجت أي مشورة على الجوال لا يمكن أن يستقبل أنه ليس فيها مال إذا اضطررت مرة أخرى ذهبت لمراجعة أخرى كمان 50 شكل بماذا ستحكم على هذا الطبيب؟ طماع طماع إذن كيف حكمتي؟ من خلال نظرته وللمال من خلال نظرته للمال أليس كذلك؟ عندما أذهب لإنسان ويضع أمامي كل ما لذ وطاب من الطعام وأنا أعرف أنه إنسان فقير وليس بغني سأعرف مباشرة أن هذا الإنسان من طبعه الكرم وينظر إلى المال على أنها من تفهة الدنيا أليس كذلك؟ إذن باختصار شديد نستطيع أن نقول أننا يمكن الحكم على الناس من خلال نظرة الإنسان للمال صحيح نستطيع أن نحكم على الإنسان من خلال نظرته المال إلى هذا الذي تحدثنا فيه حتى الآن نحن لم نتحدث عن الأخلاق الإسلامية نحن نتحدث عن الأخلاق بشكل عام لمسلم وكافر فنقول ما تعرف الأخلاق؟ برك الله فيك إذن هي مجموعة من الصفات أو السلوكيات التي تصدر على الإنسان سواء كانت قولية أو فعلية الصدق خلق قولي ولا فعلي؟ قول قولي الصدق قولي الأمانة فعل صح؟ الخيانة فعل السب واللعن والشتم قول قول إذن الأخلاق هي مجموعة من التصرفات تصدر سواء قولية أو فعلية تصدر عن الإنسان حرجع أقول أن الأخلاق عندما نتحدث عنها بشكل عام نحن نتحدث عن الأخلاق الحميدة والأخلاق الذميمة والأخلاق الذميمة أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ تمام إذن نحن لم نتحدث بعد عن الأخلاق الإسلامية طيب هذا الإنسان الذي يكتسب عادة مجموعة من الأخلاق التي ممكن أن تكون حميدة وممكن أن تكون ذميمة ممكن أن يشتكي الإنسان من نفسه ويقول أريد أن أغير طبعي أريد أن أغير هذه الصفة الموجودة فيه كيف يستطيع الإنسان أن يغير هذا؟ أن يغير هذه الصفة أو السلوك من خلال التهذيب ما معنى التهذيب؟ التهذيب تفضلي هناك بارك الله فيك التهذيب بمعنى التأذيب كيف يؤدي بالإنسان نفسه بأن يكسب نفسه صفات أخرى وخالفة للصفات السيئة الموجودة فيه إنسان مظر إلى نفسه ووجد أنه موضع انتقاد الجميع من شدة بخله الأصل أن ماذا يفعل؟ أن يغير أن يهذب أن يؤدب نفسه وأن يقهر هذه النفس التي تعبد المال لأنه لماذا يبخال؟ لأنه تحبون المال حبا جمع ويعني يحاول قدر الإمكان أن يتكرم كثيرا في النفقة وأن يحاول قدر الإمكان أن يقهر هذه النفس ويعطي من هذا المال لماذا؟ لحتى يكتسب صفة جميلة وهي الكرم حتى يكتسب صفة جميلة وهي الكرم إذن التهذيب وإكتاب الفرد صفة خلقية جميلة وصالحة نأتي الآن إلى بالتحديد الحديث عن الأخلاق الإسلامية إذن الآن نحن نتحدث فعليا عن موضوع الأخلاق الإسلامية الأخلاق الإسلامية تعريفها؟ تفضلي نتيجة تقيده بارك الله فيك الأخلاق الإسلامية هي ما يظهر على الإنسان أي إنسان؟ المسلم لنقياتها أخلاق إسلامية إذن هو ما يظهر على الإنسان المسلم من إيش؟ من آثار وصفات هذه الآثار والصفات التي انعكست على شخصية المسلم من أين جاءت؟ نتيجة تقيده بالأحكام الشرعية أنا عندما أعرف أن الكذب حرام ماذا سأفعل؟ سأكون صادق إذن اكتسبت الصدق نتيجة ماذا؟ نتيجة الأحكام الشرعية الأمانة أرى كل ما يمكن أن يغريني في المال فلا تمتد يدي إلى حرام صحيح؟ لماذا؟ لأني أعلم أن السرق حرام وأعلم أن السارق تقطع يده أليس كذك؟ إذن هذه الأحكام الشرعية ماذا فعلت؟ ضبطت سلوك الإنسان المسلم وهذبته فأكتبته صفات صالحة سواء كانت قولية أو فعلية نتيجة هذه الأحكام الشرعية التي جاء بها القرآن الكريم والسنة النبوية موضوع مهم جدا وكتب بالخط الأحمر هل هناك في هذا الزمان علاقة بين العلم والأخلاق؟ لا يكون للأخلاق لا يكون للأخلاق مش سيكون بديل هل هناك؟ تفضلي بارك الله فيك الآن لو نظرنا نظرة تشخيصية إلى الواقع ورأينا العلوم ورأينا الأخلاق هل هناك فعليا علاقة بين العلم يعني الآن هل بالضرورة من درس علم الفيزياء أو علم الفلك أو علم الأحياء أو علم الجيولوجيا هل بالضرورة أن يكون كلما ارتقى بعلمه ارتقى بخلقه ليس شرطا على الإطلاق بل إن كثير من الملاحدة والكفار علماء أليس كذلك إذن فعليا في زماننا لارتباط بين العلم والأخلاق فعليا لارتباط بين العلم والأخلاق إلا أنني أقول أن الإنسان المسلم الآن نتكلم عن الإنسان المسلم الأصل أنه كلما زاد علما كلما زاد خلقا كلما زاد خلقا لماذا؟ لأن أكثر الناس خشية لله هم من؟ العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء يعني أكثر الناس خشية لله هم العلماء هم العلماء الأخلاق الإسلامية هل هي خاضعة لمزاج الإنسان متى كان يريد أن يكون صادقا كان صادقا متى يريد أن يكون أمينا كان أمينا إذن عندنا الأخلاق الإسلامية قائمة على الالتزام والتكليف كما أنا مكلف بالصلاة مكلف بالصدق والأمانة كما كلفني الله سبحانه وتعالى بالزكاة كلفني كذلك بعدم الخيانة آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أت من خان إذن جعله من المنافقين أليس كذلك؟ لذلك بذلك على علم وعلى بصيرة أن هذه الأخلاق الإسلامية هي بالنسبة لنا كما الصلاة والصيام والزكاة فهي خاضعة وقائمة على مبدأ الالتزام والتكليف طيب الآن الالتزام والتكليف لا يتحقق إلا بشرطين ما هما؟ ما هما؟ تفضلي لا هذه أنواع النفس أنواع النفس أمارة بالسوء مطمئنة لوامة الآن أنواع النفس البشرية إما نفس أمارة بالسوء نبدأ بالأسوأ الأمارة بالسوء التي تأز صاحبها أزا إلى المعصية أريد أن أقوم إلى صلاة الفجر تقول لي باكر على الصلاة والجو بارد ولديك وقت طويل انتظر حتى إقامة الصلاة بقي ساعة لطلوع الشمس ماذا تفعل؟ أمارة بالسوء كلما أردت أن أقوم للطاعة أحبطتني فأرادتني أن أقوم به ثم بعد ذلك أجد أن هناك داع آخر في نفسي ماذا يقول؟ لاحظوا أنه ممكن يكون الأمارة بالسوء واللوامة والمطمئنة في نفس اللحظة الآن ممكن النفس ماذا أقول؟ لا حرام أخشى أن تضيع الفريضة أخشى أن تنام عيني وتضيع علي الصلاة الآن ماذا أفعل في نفسي؟ النفس تلومني طوال الوقت تلومني أنت نائمة والكل يصلي تلومني ثم بعد ذلك أنفض عن نفسي اللي هو هذا الوسواس وهذا الدعا والراحة لأكون بذلك عبدا لله أقف بين يدي الله طائعا منيبا في وقت الصلاة حاضرة أصلي صلاة الفجر حاضرة حتى تكون هذه النفس مطمئنة لاحظوا؟ إذن فعليا النفس البشرية إما أن تكون أمارة بالسوء أو لوامة أو مطمئنة ليس شرطا أن تكون النفس طوال الوقت لوامة أو طوال الوقت مطمئنة أو طوال الوقت أمارة بالسوء فالإنسان بين وبين أليس كذلك؟ طيب لكن يتحدد الإنزام الأخلاقي بأمر آخر وهو تفضلي برك الله فيك الآن أي خلق إسلامي الأصل أن يكون خاضع لإرادة الإنسان ونحن سنأخذ الآن إن شاء الله من ضمن الخصاص أن يكون قائم على قناعة داخلية ليه؟ لماذا؟ لأنه كما قلنا الأخلاق عشان أكتسبها الأصل أن تخرج عني بسهولة ويسر وقائم على قناعة داخلية وقائم على مبدأ شرعي أنا من خلاله أنطلق تفضلي برك الله فيك أن يكون هذا الفعل الذي أفعل أو الخلق الذي أتسم به قابلا للتطبيق لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت طالبات الحبيبات عندما نقول أن الصدق صعب والأمانة في هذا الزمن صعبة أسأل سؤال هل طبقها أحد قبلنا أكيد وإلا لو لم تكن قابلة للتطبيق لما أمرنا الله سبحانه وتعالى بها فالله سبحانه وتعالى عندما ألزمنا بالأخلاق وعندما أوجب علينا هذه الأخلاق كانت فعليا في مقدور الإنسان فعلها والأصل أن تكون في النفس البشرية السوية والسليمة قائمة على قناعة داخلية وقائمة على يعني نوع من الرغبة والخضوع لإرادة الإنسان لنتحدث الآن بإذن الله عز وجل عن خصائص الأخلاق الإسلامية وما تتمتع به الأخلاق الإسلامية عن غيرها من الأخلاق التي تحدثنا عنها تفضلي أولا الأخلاق جزء لا يتجزأ من الإسلام ونحن نعلم أن العبادة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها خاصة في الأمور الواجب الآن الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه طب أسأل سؤال الصدق يثاب فاعله ويعاقب تاركه أليس كذلك؟ الأمانة يثاب فاعلها ويعاقب تاركها أليس كذلك؟ إذن كل الصفات الحسنة أو كل الأخلاق التي دعا إليها الإسلام سنجد أنها جزء من العبادة والعبادة هي ما يثاب فاعلها ويعاقب تاركها أيضا العبادة جزء لا يتجزأ أو الأخلاق الإسلامية جزء لا يتجزأ من الإسلام فهي كما الصلاة والصيام والحج والزكاة وقلنا قائمة على الالتزام والتكليف كما الأحكام الشرعية الأخرى وقلنا أنها جزء من العبادة بل إن الإسلام هذب أخلاق الناس فنجد أن عمر رضي الله عنه وأرضاء الذي كان أكثر الناس ضراوة وصرامة في الجاهلية كان أكثر الناس عدلا وإحسانا في وين؟ كان في الإسلام أليس كذلك؟ فيعتبر أو تعتبر الأخلاق الإسلامية جزء من العبادة أيضا الأخلاق الإسلامية تفضلي جزء من الإسلام وجزء من العبادة نحن وضحناها تفضلي صلوا على رسول الله الآن عندما نتكلم عن الإنسان السوي صاحب الفطرة السليمة الإنسان المتوازن عقلا وروحا وسلوكا ستجد أن كل ما دعا إليه الإسلام ينسجم مع هذا الإنسان حتى لو لم يكن مسلما يعني لو هذا الإنسان في ديانته غير مسلم لكنه سويا إنسان سوي سنجد أنه سيحب الصدق وسيكره الكاذب سيحب الأمانة وسيكره الخيانة سيحب الكرم ويكره البخل أليس كذلك؟ لأن هذا الأمر واقعي ويتفق مع فطرة أي إنسان سوي حتى لو لم يكن مسلم تمام؟ أيضا الأخلاق الإسلامية شاملة ما معنى شاملة؟ كلام جميل هي تشمل الجميع الذكر والأنثى الرجل والمرأة الحاكم والمحكوم كما يأمرني الحاكم بأن أكون عدلا في الأسفل يجب أن يكون عدلا في الأعلى أليس كذلك؟ إذن كذلك أيضا الأخلاق الإسلامية فيها نوع من التوازن ما معنى التوازن؟ كما أراك كما أراك جميلا مع الأغراب الأصل أن تكون أجمل مع الأقارب كما أراك إنسانا كريما مع الأصدقاء الأصل أن أجدك إنسان كريما مع الأرحام أليس كذلك؟ إذن هناك توازن عندنا في الأخلاق الإسلامية بحيث لا يطغى خلق على خلق الإسلام وفق هذه المنظومة الرائعة يريد مننا أن نكون ذوي أخلاق حسنة في كل جوانب الحياة بارك الله فيك في كل جوانب الحياة الأخلاق الإسلامية كما قلنا ثابتة والأصل أنها تقوم على قناعة داخلية وقد تم شرحها قبل قليل وقلنا أن هذه نفس البشرية التي جبلها الله سبحانه وتعالى والتي سواها سبحانه وتعالى الأصل أن تصدر عنها هذه الأخلاق الحميدة بسهولة وبيسر لأنها تنسجم مع الفطرة التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله سبحانه وتعالى إذن هذا العرض الموجز نستطيع أن نقول بهذا العرض أننا قد وصلنا إلى نهاية الرحلة في الأخلاق الإسلامية نسأل الله سبحانه وتعالى كما جمل صورنا وكما جمل خلقتنا أن يجمل أخلاقنا وأن يجعلنا من أحاسن الناس أخلاقا اللهم آمين اللهم آمين وأن يرزقنا بإذن الله سبحانه وتعالى طالبات الحبيبات وأدسى الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا بهذه الأخلاق الرفيعة وهذه الأخلاق السامية والكريمة أن يرزقنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم وصحبة أصحابه في جنات النعيم اللهم آمين اللهم آمين إلى أن نلتقي بكم في موعد آخر وفي نظام آخر من الأنظمة التي رعاها النظام الإسلامي وفي هذه الثقافة الإسلامية إلى أن يحينا هذا اللقاء لكم مني أطيب الدعوات والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته